ويمكن زي ما تكلمنا في بداية البرنامج عن الجولات الأوروبية لسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديداً لبرلين وبلجراد ثم باريس وزي ما تكلمنا عن نتائج هذه الزيارات على كل المستويات من خلال بناء شركات قوية جداً مع الجانب الأوروبي من خلال تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خلينا نحلل كيف تأتي هذه الجولة الأوروبية في أي وقت ما هي الأهداف المصرية التي ستعود على الداخل المصري ما هي الأهداف الديبلوماسية التي ستحملها هذه الزيارات وتعود أيضاً على الجانب المصري خلينا نحلل هذه الزيارات سفي الحسين هاريدي مساعد وزير الخارجي الأسبق ضفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا فندم هل يمكن يا فندم أن نربط قمة جدة بزيارة الرئيس إلى ألمانيا ثم إلى صربيا ثم إلى فرنسا هل هناك خيط مشترك ما بين هذه الزيارات مما لا شك فيه أن المنطقة ليس فقط منطقة الشرق الأوسط وإنما العالم من النظام الدولي وبالتالي النظام الإقليمي في مرحلة التحول ومراحل التحول بتبقى مرحلة تتسم بسيولة بمعنى أن القواعد ليس تكون واضحة مئة في المئة وأن اللاعبين والأطراف اللي كل طرف بيحاول يأمن مصالحه ويستغل عملية التحول هذه فاللعبين كتار وإنت في هذا الإطار إطار التحول وإطار التغير عليك أن تتحرك لتضمن أول حاجة دورك التاريخي موقعك التاريخي في المنطقة وسنين تدافع عن مصالحك ليس فقط مصالحك القومية الأنية وإنما مصالحك في المستقبل وبالتالي ده بيتطلب تحرك سريع تحرك مستمر مصالحك أو مصالح الإقليم العربي كله يعني مصالح مصر لأنه أطراف عديدة بتتحرك أطراف عربية أطراف إقليمية أطراف دولية وهنا زي ما حضرتك تكرمت وأشرت الجولة دي يعني إذا قرنتها بجولات أخرى للسيد الرئيس الجولة دي بتأتي في مرحلة مفصلية في التاريخ المنطقة والتاريخ العالم إنها بعد قمة جدة في 16 يوليو الماضي وعند قمة جدة عندما نتحدث عن قمة جدة قمة جدة ما كانتش قمة الوحيدة التي عقدت خلال زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية كان فيه قمة بين السيد الرئيس وبين الرئيس بايدن وصدر عندناها بيان مشترك يعني بيان شامل ممكن طبعا ممكن يحب يرجع عليه يرجع عليه وكان فيه قمة أمريكية سعودية وكان فيه قمة ودي للواحد بتوقف عندها كان فيه قمة أمريكية خليجية ثم القمة اللي جمعت اللي عرفت باسم صيغة ستة زائد ثلاثة والرئيس الأمريكي جو بايدن ستة زائد ثلاثة ستة دول أعضاء مجلس تعاون الخليجي ومصر والأردن والعراء وصدر عن هذه القمة اسمها كمان حضرتك كاشف قمة الأمن والتنمية صدر عنها بيان بيحدد أو بيوضح خريطة المستقبل على صعيد العلاقات العربية الأمريكية التحرك يعني جولة السيد الرئيس الحالية زار خلالها ألمانيا ثم سربيا ثم فرنسا أعتقد هي تأتي في إطار تحرك مصري ليس فقط لتعزيز العلاقات السنائية وخصوصا مع سربيا وممكن نتحدث بقى عن الأهمية الاستراتيجية لسيارة السيد الرئيس السربيا هذا سؤالي تايل حضرتك حضرتك كلمتها على قمة جدة والحقيقة كان لها مخرغات قوية جدا ومؤثرة جدا وأعتقد أن نشوف أن عكستها كمان الفترة الجاية بشكل كبير ثم برلين وديكت معنية إلى حد كبير بالمناخ بشكل كبير وكان فيه طبعا ملفات تانية لكن تحديدا المناخ بشكل أكبر ثم سربيا وممكن البعض يعتقد ما أهمية سربيا لمصر؟ ما أهمية هذه الزيارة؟ سأرد على سؤالها بس في عجالة السيد الرئيس توجه إلى ألمانيا للمشاركة بناء على دعوة من الحكومة الألمانية في حوار بيتسوبرج للمناخ بالنسبة لسؤال حكي عن سربيا يعني حضرتك أن نرحب كثيرا لأسباب تاريخية والأسباب تعلق بالأمن القومي المصري والأسباب استراتيجية قديمة يعني من ألف سمائة وتمانية زيف تيتو وعبد الناصر فأنا بنرحب كثيرا خصوصا الجيل أو الأجيال اللي عصرت العصر الزهبي لحركة عدم الانحياز بعودة مصر مرة أخرى إلى منطقة البلقان وإلى سربيا وطبعا حضراتكو والسادة المشاهدين الكرام تابعنا استقبال الحافل الحفاوة البلغة التي استقبل بها السيد الرئيس لشخصه ولمصر وتوقفت عند عبارة رئيس سربيا وجهها للسيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك عندما وجه كلامه للسيد الرئيس وقال نحن نعتز بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان بيجتمع في القاعة اللي بيعقد فيها المؤتمر الصحفي وسيد الرئيس سواء في المؤتمر الصحفي المشترك أو عند حصوله على دركة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغريد كان واضحا أن السيد الرئيس عندما بيتحدث عن مستقبل علاقات المصرية السربية كان أيضا بيستلهم الرصيد الإيجابي لهذه العلاقات بين مصر ويغوزلافيا سابقا وصربيا كما تعلمون حضراتكم كانت من المكونات القوية جدا في جمهورية يغوزلافيا السابقا والسيد الرئيس أشار إلى العلاقة الصداقة التي كانت قائمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس يغوزلافيا السابق جوزيف بروس تيتو وحركة عدم النحياس فطبعا الشق السنائي في المباحثات كان شق لافت للنظر وكان من الواضح أن فيه إرادة سياسية لتعزيز العلاقات والتعاون السنائي بينما في كافة المجالات والسيد الرئيس تكرم وأشار إلى المجالات دي ومنها العسكري وهذا لن يكون جديدا لأنه كان فيه في الماضي بالتعاون في هذا المجال فأنا أعتقد حضرتك أن الزيارة لسربيا زيارة يعني أنا أحللها إلى جانب طبعا أهمية التناول الملف السنائي العلاقات السنائية وبالمناسبة تم توقيع على كذا اتفاقية خلال الزيارة لكن أنا أبصي لحضرتك من زاويتين زاوية أن مصر عادت مرة أخرى إلى البلقان وإلى جنوب أوروبا وزيارة السيد الرئيس دي أول زيارة الرئيس جمهورية مصري لهذه المنطقة من 35 عاما النقطة الثانية حارتك نحن يعني عن طريق سربيا العلاقات مع سربيا بتعزز علاقاتنا مع أطراف دولية أخرى وقوة في شرق ووسط أوروبا ومع روسيا بمعنى أن عندما ننظر إلى زيارة السيد الرئيس لسربيا يعني ننظر إليها في الإطار السنائي أي نعم لكن ننظر إليها أيضا في إطار استراتيجي أشمل ننظر للصورة الأكبر ليس فقط مع أوروبا وإنما مع الشرق أو ما يوصطلع عليه الشرق روسيا والجمهوريات السوفيتية السابق أموما مجبل القول أنا أعتقد أن هذه الجولة جولة هامة من ناحية الاستراتيجية وحيكون لها انعكاس إيجابي على الدور المصري في المنطقة على الدور المصري وبيتيح لمصري فرصة للتعامل بطريقة فعالة وياجبية مع التغييرات التي تحدث في المنطقة وفي العالم لأنه العالم أو النظام الدولي اللي حينشأ أو اللي في طريقه للبزوغ بعد انتهاء الحرب الأوكرانية هيختلف عن النظام الدولي الذي كان قائما قبل 24 فبراير عام 2022 فالتحرك المصري الحالي جولة السيد الرئيس الحالية بتستمد أهميتها الاستراتيجية من تلك الأبعاد الهاجس الأوروبي ربما من بعد الأزمة الروسية الأوكرانية عدد من الملفات منها ملف الغذاء الأمن الغذائي والطاقة ملف الطاقة في عدد كبير من الملفات هل هناك دول مصري في هذا الأمر؟ بدون شك يعني إذا خدنا الطاقة السيد الرئيس في برلين أعرب عن استعداد مصر لتصدير الغاز لأوروبا وكما تعلمون حاجة أن تم التوقيع على مذكر التفاهم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن عندما قامت رئيسة المفاوضات الأوروبية بسيارة لمصر الشهر الماضي ومصر طبعا حضرتك السيد الرئيس بقى في حوار بيتسبورج للمناخ وفي سربيا تحدث مطولا عن الرؤية المصرية للرئاسة قمة المناخ كوب 27 وإيه أولويات الرئاسة المصرية وأحب طبعا السيد الرئيس أسهب في الحديث ويعني كنت أتمنى يبقى عندي وقت أشرح لكن بس أحب أركز على نقطة إن اللي حيميز طبعا كوب 27 27 دي بتدل إن فيه 26 قمة عقدت قبل كده قبل هذا وكان القمة 26 في جلاسكو والسيد الرئيس شارك فيها لكن أحب اللي حيميز قمة كوب 27 هو أفريقيا في هذه القمة والسيد الرئيس في كلمته أمام حوار بيتسبورج للمناخ أوضح كيف تتأثر أفريقيا سلبا بالتغيرات المناخية 70% من الاحتمال الحراري من 5-6 دول هم اللي بيعملوا هو الولايات المتحدة الأمريكية الصين الهند دول الصناعيات كبرى يعني هم الثلاثة الكبار هم الولايات المتحدة الأمريكية الصين الهند القمة كوب 27 يجب أن ندرك أنه ستمثل تحديا كبيرا لأنها بتحدث في تحولات لم تكن موجودة في جلاسكو يعني من 5-6 دوشور صحيح ما كانش فيه أذما رصية أخرانية الوضع العالمي اتغير بشكل كبير بأن هذه قمة كوب 27 هتبقى قمة يعني قمة فاصلة في سلسلة قمم تغير المناخ بس هختتم يعني المناخ مش هيبقى قصة المناخ بس هيبقى المناخ وتحديات الأمن الغذائي الأمن الغذائي وتوفير الطاقة وثم أفريقيا لأنه فعلا كما تعلمون حضراتكم أن أفريقيا بتساهم في 4% فقط في الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم لكنها من أكثر القرات تضرورا من تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وستيد الرئيس ذكر وده بيتمثل في التصحر في الجفاف في الفيضانات وما يرتبط من ذلك من تدعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية فعموما قمة كوب 27 هي نستطيع أن نقول على دوق التغيرات التحولات التي تحدث في النظام الدولي قمة كوب 27 هتبقى قمة فاصلة على صعيد طبعا التعامل وتعاطي المجتمع الدولي مع التغيرات المناخية السكرتير عام الأمم المتحدة ويتحدث أمام حوار بيتسبرج للمناخ بحضور السيد الرئيس قال أن البشرية بترتكب انتحار بين مزدوجيتين بترتكب انتحار جماعي صحيح وجود السيد الرئيس ومناخ بيتسبرج الحوار بيتسبرج للمناخ أتى بالصدفة الطبيعة أرادت أن نتوجه رسالة للبشرية ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا والحرائق التي اندلعت في فرنسا في البرتغال في اليونان في فرنسا الحرائق التي اندلعت بسبب ارتفاع الحرارة وبلوخة ستة واربعين درجة مئوية قدت على أربعتاشر ألف فدان يعني فطبعا حضرتك يعني كوب سبع وشين هيبقى كوب يمثل تحديا كبيرا للبشرية وبرضو أحب أوشير أن السيد الرئيس في كلمته أمام الحوار استعرض عناصر الاستراتيجية الوطنية المصرية للتعامل مع التغيرات المناخية وأوضح الجهد الجبيء الكبير اللي الدولة في مصر بتقوم به لاحتواء هذه التدعيات مصر ستحضر كنموذج مصر ستحضر كنموذج في كوب 27 أو كوب 27 ستكون موجودة كنموذج مش مجرد مقترحات ولا مجرد أجندة هتقدم لكن خلينا نروح مع حضرتك سريعا لا زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لا فرنسا بناء على دعوة رئيس إيمانيوال مكهوم طبعا كلنا متابعين التقدم الكبير الذي نرصده على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية خصوصا خلال الثمان سنوات الماضية ودوة نابع من رؤى مشتركة ومصالح مشتركة وإرادة سياسية من الجانبين للعمل سويا للتعامل مع التحديات والتهديدات اللي في الشرق الأوسط شمال أفريقيا في دول الساحل دول الساحل ودي دول الساحل بتواجه يعني أعتقد بتواجه بسبب التغيرات المناخية وبسبب الانتشار الإرهاب هناك الذي بدأ يخرج من إطار دول الساحل ويصل إلى ساحل العج كل هذا حضرتك مناطق الرؤى المصرية المشتركة بين فرنسا ومصر تقريبا تكون متطبقة وبالتالي ده أعطى قوة دفع وأعطى زخما جديدا للعلاقات المصرية الفرنسية وبالمثل للعلاقات المصرية الألمانية يعني الرسم البياني لعلاقات مصر حضرتك مع كل من فرنسا وألمانيا خلال السنوات الماضية في الارتفاع المستمر نظرا للرؤى يعني هذه الأطراف التلاتة فرنسا ألمانيا مصر لها تقريبا حضرتك وجهات نظر دوائر المشتركة نعم كل المناطق اللي بتمثل الأمن القومي أيضا بتمثل الأمن الأوروبي وفرنسا وألمانيا من أكتر الدول الأوروبية تأثرا بما يحدث في المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط صحيح ما نقدرش طبعا يعني زي بحرك قلت نفس الأزمة الروسية الأوكرانية عما يحدث من تحولات في العالم بأكمله ربما يعني زي ما تابعنا زيارة السيد الرئيس أو الجولة الأوروبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زي ما سيد سافير قال ركزت على عدد من التحديات اللي اتكلمنا فيها ربما تحدي الطاقة تحدي الأمن الغذائي وأيضا ملف تغيرات المناخ اللي يعني الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني ألقى في كلمة مهمة جدا شكرا لك يا فندم إلى حق يا فندم شكرا على استضافة أحباق زريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا شكرا